اليوم رواية تحولت إلى فيلم وفيلم في زمن الخمسينات رواية لا أنام حق إحسان عبدالقدوس أي أحد يقرأ روايات إحسان عبدالقدوس صعب أنه ينسى وصعب أنه يتخلص منها وخصوصاً إذا قراها حزت أيام المراحقة وهذا اللي صار معانا لما تقرأ حق إحسان عبدالقدوس تحس أنه مواضيع جريء أو يعني غريبة ولكنها هي إسقاطات سياسية واجتماعية تتخلل داخل الروايات مثلوا رواياتها وايد فنانين وصارت وايد أفلام لكن هذه الرواية بالتحديد اللي فمثلوها عمادة حمدي فاتن حمامة هند رستوم مريم فخر الدين رشدي أباضة عمر الشريف كانت رواية معقدة جداً 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 وفيلم معقد عبارة عن بنت تحطم حياتها وحياة أبوها من كثر ما هي متعلقة فيه أول شيء لازم تقرأون الرواية أحلى من الفيلم ولكن الفيلم كذلك حلو خلوه سهر حق الويكن إذا عجبكم فيديونا وعجبكم هالتلخيص ياريت إنكم سووا سبسكرايب ولايك لا تبخلون علينا